بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في الدوال لبكالوريا 2017 رقم 16 أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمنع رائع حيث يتحدث عن المعادلات التفضلية قال اختيار من متعدد قال اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المخترحة مع التبرير قال واحد نعتبر المعادلة التفضلية التي اسمها E بعبارتها اللي هي Y فتحة ناقص 2Y يسوي لنا صفرة قال ألف مجموعة حلول المعادلة E هي الدوال G المعرفة على RB G ألف المقترح الأول G لX تسوينا C في أسية ناقص 2X مع C هذا إنه عدد حقيقي الاختراح الثاني B قال G لX تسوينا C في أسية 2X مع C كذلك عدد حقيقي جيم أن G لX تسوينا 2C في أسية X مع C كذلك عدد حقيقي عندنا B الحل الخاص للمعادلة E وهي هذه المعادلة والذي يحقق لنا G لسفر يسوي لنا 2 هو الاختراح الأول ألف قال G لX يسوي لنا 2 في أسية ناقص 2X B لهو G لX تسوي لنا 2 في أسية 2X الاختراح جيم قال G لX تسوي لنا 2 في أسية X إذا ثانيا قال مجموعة حلول معادلة التفاضلية E فتحة التي عبارتها هي Y فتحة ناقص 2Y يسوي لنا 4 هي الدول H المعرفة على R B الاختراح الأولف قال H لX تسوينا C في أسية 2X ناقص 2 مع C قلنا عدد حقيقي الاختراح بأن H لX تسوينا C في أسية 2X زائد 2 مع C كذلك عدد حقيقي ثابت حقيقي أكيد وعندنا G لهو H لX تسوينا 2C في أسية X زائد 2 مع C قلنا هو عدد حقيقي إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل هكذا ننطلق أبنائي للإجابة على هذه الأسئلة قلنا قال نعتبر المعادلة التفاضلية أعطيت لنا المعادلة التفاضلية هذه ها هي أمامكم ركزوا أرجوكم قال حلولها هي أحد العبارات هذه إما ألف وإما با وإما جيم ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة نحن نعلم أبنائي إذن نكتب هنا عنوان الإجابة ثم نقول أولا مجموعة حلول المعادلة التفاضلية التي اسمها قلنا هي الدول جي المعرفة على ماذا؟ المعرفة على أر بالعبارة بالعبارة أولا عندنا قال واحدة من هذه الثلاثة أولا أبناء يركزوا هنا أسوف أتحدث عن المعادلة التي تكتب في الحال العمالي نعود إلى الدرس إذا كانت عندنا معادلة التفاضلية مكتوبة على شكل Y فتحة يساوينا A في Y مع A لا يساوي السفر فإن مجموعة مجموعة حلول معادلة هي الدول المكتوبة من الشكل لاحظوا من الشكل جي لإكس تساوينا ماذا؟ تساوينا C في أسية AX قلت هي الدول المكتوبة من الشكل أو بالعبارة هي جي لإكس تساوينا C في أسية AX مع C كيف هو ثابت حقيقي حتى نفهم هنا جيدا إذن هنا عندنا في هذا المثال نطبق الآن وهي هذه ماذا تصبح لنا؟ أنقلوا هذا إلى هنا أليس تصبح لنا إيقلاق فتحة تساوينا ماذا؟ إثنان إيقلاق مع أن هذا الإثنان لا يساوي السفر إذن فإن حلولها ماذا؟ إذن نقول حلول المعادلة هذه التي اسمها هي الدول من هي الدول؟ جي المعرفة لاحظوا المعرفة على R بالعبارة قلنا ما هي حلولها؟ حلولة التي تكتبنا جي لإكس تساوينا C في أسية AX إذن لاحظوا جي المعرفة على جي لإكس تساوينا C لهو ثابت في أسية A ها هو A A لهو إثنان إكس مع C قلنا عدد حقيقي ثابت يعني هذا ثابت حتى نفهم جيدا هكذا الآن في رأيكم ما هو الإقتراح؟ ألا تلاحظون أنه هو الإقتراح؟ با نقول الإقتراح الصحيح من هو؟ هو با حتى نفهم هنا الفكرة جيدا إذن ركزوا لما تكون عندنا معادلة تفاضل يا أبناء مكتوبة من الشكل يساوينا AY ها هي Y فتح يساوينا AY فإن حلولها هي ماذا؟ هي الدول جي المعرفة على R بالعبارة عبارة تكون جي لإكس تساوينا C في أسية AX الآ هو هذا ضعوه هنا أما الس فهو ثابت يبقى لنا اسمه س فقط إذن ما هو الإقتراح التي جاءنا صحيح؟ هو الإقتراح با الآن بعدما أنهينا هذا علينا أن هذه هي الإجابة التي سوف نجلبها لاحظوا جيدا إذن بعدها أبنائي نتطرق الآن إلى كذلك با قال الحل الخاص للمعادلة أ والذي يحقق جي لصفر كما يساوي يساوي إثنان هو إما هذا أو هذا أو هذا إذن نأتي الآن نقول الحل الخاص لمن؟ للمعادلة التي اسمها أ والذي لاحظوا وانتبهوا للذي يحقق ماذا يحقق؟ يحقق لنا جي لصفر كما يساوي؟ يساوي إثنان هو لاحظوا نحن ماذا نملك؟ نملك أننا نقول الحل أو حلول أولا عندنا حلول المعادلة من؟ حلول المعادلة يا أبنائي اللي هي؟ قلنا إيغراج أو نقول معادلة أ قلنا هي الدول جي حيث المعرفة ماذا؟ على أر بي العبارة من هي العبارة؟ ها هي العبارة التي أثبتناها من هذا المثال قلنا هو الاختراح ماذا؟ الاختراح إذن بالعبارة ماذا؟ جي لإكس ماذا تساوي؟ قلنا تساوي لنا سي في أسية إثنان إكس لكن لاحظوا هو ماذا قال؟ قال معناه هو الهدف وإجاد هذا الثابت سي انطلاقا من هذه المعطيات إذن ماذا ينتج؟ أي من؟ أي أن نصبح لنا جي لي قلنا سفر تساوي لنا كم؟ تساوي لنا إثنان معناه نعوض هنا بصفر ونعوض هنا بصفر ونضعها كم؟ تساوي لنا إثنان هذه العبارة نعوثها بصفر فتصبح لنا ماذا تصبح لنا سي في أسية إثنان في صفر يساوينا إثنان لم أفعل شيء عودت هنا وعودت هنا وجعلتها كم تساوي لأنه قال تساوينا كم إثنان يعني إيجاد الحل الخاص فهذا ماذا يعني أن تصبح لنا سي في أسية صفر هكذا لأنه إثنان في صفر يساوينا إثنان لكن نحن نعلم أن السية صفر معروفة أنها واحد فيصبح لنا سي كم يساوي يساوينا إثنان فهذا الذي وجدناه هنا يا أبنين نعوضه في هذا المكان لما نعوضه هنا ماذا تصبح يصبح لنا الحل الخاص نقول عوضوا الآن هنا في هذا المكان يصبح الحل الخاص لمن للمعادلة هو ماذا هو الدالة أو هي العبارة نعم هي هو جيلي من كم جيلي إكس يساوي عوضوا قلنا هذا في هذا المكان كم يصبح يصبح لنا إثنان في أسية إثنان إكس سوف أكتبها في مكان يكون أفضل تصبح لنا تساوينا إثنان في أسية إثنان إكس الآن أي مقترح حقق لنا هذا هل هذا لا هل هذا لا إنه المقترح أو الاختراح ب نقول المقترح الصحيح أو الاقتراح الصحيح هو ماذا هو ب لاحظتم يعني لأن ماذا أبناء لأن وجدنا الحل العام الحل العام ها هو هذا هو الحل العام الآن إجاد الحل الخاص حيث أعطينا جيلي سفر كم يساوي 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 إثنان فنأتي الآن إلى هنا نعوذ بسفر وهنا بسفر ونعوذ يساوي إثنان فوجدنا قيمة هذا الثابت سي كم وجدناه وجدناه إثنان لما وجدناه إثنان سوف نأتي به ونعوذه هنا فماذا تقرأ تقرأنا إثناني في أسية إثناني إكس ها هو الجواب الصحيح فيصبح هنا هذا هو حلها الخاص وهذه الدالة ذات العبارة ماذا إثناني في أسية إثناني إكس المعرفة على أر والقابلة على الاشتقاق على أر فقط أبناء بعدما وجدنا هذا الشيء نأتي الآن إلى الجزء إثنان قال مجموعة حلول معادلة التفاضلية فتحة التي عبارتها هي إيقراج فتحة ناقص إثناني إيقراج زائد أربعة قال هي الدولة الأشر المعرفة على أر بي عندنا ألف ها هو المقترح ألف والمقترح با والمقترح جيم إذن نكتب هنا مجموعة حلول المعادلة المعادلة هنا التفاضلية إذن التفاضلية فتحة هي الدول من هي الدول آش المعرفة على ماذا المعرفة على أر بي العبارة لاحظوا جيدا عبارتها معناه هي كالتالي ركزوا هنا أرجوكم إذا كانت عندنا معادلة مكتوبة من هذا الصنف إيقراج فتحة يساوي أن أ إيقراج زائد بي مع أ لا يساوي السفر فإن ماذا فإن مجموعة حلولها هي الدول من إذا سميناها الدول جي أو نقول هنا الدول آش المعرفة نحن نتحدث في الحالة العامة المعرفة على أر بي العبارة من هي العبارة؟ لهي آش لإكس تساوي أنه ماذا؟ تساوي أنه سي في أسية آ إكس ناقص بي على آ هذه قواعد تحفظ الآن هنا كذلك معاقلنا سي كيف هو ثابت حقيقي لاحظوا أنتبهوا معي إذن هذه المعادلة نحن التي نملكها ما هي؟ التي نملكها يا أبنائي ها هي أمامكم حتى لا يقول أحدكم ماذا تفعل؟ ها هي المعادلة ها هي أمامكم سوف نجري عليها مثل ما نتحدث ثم نتحدث عن أي اختراح حقق ذلك فتصبح لنا هذه إذا نقلنا هذا إلى هنا ماذا ينتج؟ تصبح لنا إيقراج فتحة يساوي أن إيثنان إيقراج زائد ماذا؟ زائد أربعة فإن حلولها حلول المعادلة هي الدول من؟ آش المعرفة على أر بي العبارة من هي العبارة؟ لها آش لإكس ماذا تستطيعنا؟ تستطيعنا سي في أسية من؟ ركزوا ها هو الأ ها هو يا أبنائي الأ دقيقوا أرجوكم حتى تتعلموا ها هو أ كم؟ إثنان إذن سي في أسية إثنان إكس ناقص بي ها هو بالمطابقة البي بي كم؟ عندنا أربعة على أ كم هو الأ؟ ها هو قلنا الأ إذن نطبق القانون ها هو ناقص بي اللي هو بي هو أربعة على أ اللي هو إثنان لاحظتم؟ فصبح هنا آش لإكس تساوينا سي قلنا مع سي هذا عدد حقيقي سي في أسية ماذا؟ إثنان إكس ناقص إثنان ليه هنا قلنا دائما سي هذا عدد حقيقي أو ثابت حقيقي الآن ها هو هذه هي ماذا الدوال لحلول المعادلة هذه التفضل الآن أيهم مقترح يحقق هذا؟ هل ترون أنه هو هذا؟ أم هذا؟ أم هذا؟ أولا هذا أكيد يرفض لماذا؟ لأن عندنا هنا أسية إكس وهنا عندنا أسية إثنان إكس هنا عندنا زائد وهنا عندنا ناقص أي مقترح؟ أكيد هو المقترح ألف نقول الإقتراح الصحيح إذن الإقتراح الصحيح هو ماذا؟ هو المقترح كم ألف فقط يا أبناي إذن لاحظتم؟ يعني الأمر جدو 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 بسيط إذن سوف ألخص إذا كانت عندنا معادلة تفضلية عبارتها هي إيجراج فتح يساوينا آ إيجراج مع آ لا يساوي سف فإن مجموعة حلولها هي الدوال من هي الدوال هذه؟ الدوال اللي هي السي في أسية آ إكس مع سي قلنا ثابت حقيقي حفظوا هذه وعندنا إذا كانت مكتوبة إيجراج فتح يساوينا آ إيجراج زائد ب فإن حلولها هذه إنها الحلولها هي الدوال معرفة أكيد وقبل الاشتقاق على آر هي ماذا هي السي في أسية آ إكس ناقص ب على آ مع آ لا يساوي السفر والس كذلك ثابت حق وانتهى الآخر يبقى لنا ما نجده هو الحل الخاص الحل الخاص لما يعطينا مثلا آف مثلا آف لإثنان يساوي لنا مثلا خمسة ما علينا إلا أن نعوض هنا بإثنان ونجعلها تساوي لنا كم؟ خمسة لإيجاد ماذا؟ الهدف لإيجاد هذا السي لما نجد هذا السفر سوف نتحصل على دال خاصة يعني تصبح لنا هنا مثلا مثلا تخيلوا السي نجده أربعة فتصبح لنا هكذا الحل هو آف لإكس يساوي لنا أربعة في أسية آ إكس مثلا إذا كانت خمسة إكس هذا هو الحل مع ناقص مثلا خمسة أو هكذا على ثلاثة المهم مثل ما فعلنا في المثال الذي سبق وفي الأخير أبناء وبنات الأجزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء أنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ مردين ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته